السلام عليكم ونهاته القصيدة خواطر الغروب إذن عتبات القراءة ملاحظة مؤشرات النص صاحب النص هو إبراهيم ناجي شاعر مصري ولد بالقاهرة عام 1898 من دواوينه الشعرية ليالي القاهرة وراء الغمام رسائل الحياة توفي عام 1953 إذن مجال النص هو المجال الفني الثقافي نوعية النص هي قصيدة شعرية عمودية طريقة نظمه إذن اعتمد النص نظام الشطرين الصدر والعجز ووحدة الوزن والقافية والروي وهذه خصائص الشعر العمودي عدد أبيات القصيدة 12 بيتا شعريا روي القصيدة هو حرف الهمزة إذن العنوان من الناحية التركيبية هو مركب إضافي يتكون من مضاف وهو الخواطر ومضاف إليه وهو الغروب ويمكن أن يتحول إلى مركب إسنادي بتقدير المبتدأ المحدوف فنقول هذه خواطر الغروب إذن العنوان هذا من الناحية التركيبية أما من الناحية الدلالية فيدل على ما يخالج النفس من مشاعر وأحاسيس صادقة تثيرها لحظات غروب الشمس إذن هذا العنوان من الناحية الدلالية البيت الأول يخاطب الشاعر البحر ويخبره بطول وقفته المسائية على شاطئه وإصغائه لأمواجه هذا البيت الأول البيت الأخير يستفسر الشاعر عن قول الأمواج وألم الشمس الحزينة قد تؤشر العلاقة بين البيت الأول والبيت الأخير على أن سبب طول وقفة الشاعر هو رغبته في فهم مقول الأمواج وعلى أن فعل الإصغاء كان لألم الشمس الحزينة هذا البيت الأخير فرضية القراءة القراءة التوجيهية شرح المصطلحات الإصغاء هو الإنصات بتركيز روضة غناء روضة الغناء هي حديقة كثيرة الأشجار العناء هو المشقة سيارتنا يعني حولتنا الهباء هو السدى الزبت هو رغوة الماء في البحر هو الزبد الزبد هو رغوة الماء في البحر الرغوة التي يعطيها يعني استخدام البحر بالشاطئ جفاء الجفاء ما لا ينفع فيه يممت وجهه يممت وجهه يعني قصد قصد التأسي يعني العزاء والسلوان ينبني يعني يخبر الأنباء الأنباء هي الأخبار الفكرة العامة للنص الفكرة العامة لهذه القصيدة الشعرية هي مناجات الشاعر للبحر في وقفته المسائية الطويلة وهو يتأمل ويصغي ويتساءل ويشكو ويتمنى إذن هذا يعني مناجات الشاعر للبحر القرعة التحليلية إذن معجم الطبيعة والعاطفة إذن معجم الطبيعة نشد البحر مساء النسيم الضلال الأضواء روضة عطر الليالي الزبد الحياة الأحياء الأمواج الشمس إلى آخره إذن يسيطر على النص معجم الطبيعة الذي ذكرنا مصطلحاته وكذلك معجم العاطفة معجم العاطفة يعني بإحساسين مهمين الفرح والحزن إذن الفرح يعني استخدام الكاتب المجموعة من العبارات والجمل أسكر نفسي سرى في جوانحي كيف شاء الفرح نشوة إذن الفرح ثم الحزن أشد عناء حرب الليالي مزقتنا سيارتنا هباء نحن كالزبد الداهب مللت الحياة والحياء أبتغي عندك التأسي ألم الشمس ولت حزينة صفراء إذن هذا معجم العاطفة ثم الدلالة يعني من خلال رصد المعجمين نلاحظ أنهما مترابطين ومتداخلين فالشاعر تتماهى مشاعره وأحاسيسه مع عناصر الطبيعة إذن هذه دلالة المعجمين وحدات القصيدة ومضامينها إذن يمكن تقسيم النص إلى ثلاث وحدات أساسية الوحدة الأولى يعني من البيت الأول إلى البيت الخامس وقفة الشاعر أمام البحر وإحساسه بنشوة لم تدم طويلا إذن هذا الوحدة الأولى الوحدة الثانية من البيت السادس إلى البيت الثامن عدم تفاهم الشاعر مع البحر ومقارنته بالناس ثلاثة الوحدة الثانية من البيت السادس إلى البيت الثامن ثم الوحدة الأخيرة وهي الوحدة الثالثة من البيت التاسع إلى البيت الثاني عشر تأثر الشاعر بعدم ثقته في البحر مثل ما حصل له مع الناس إذن هذه الوحدة الثالثة إذن لدينا أيضا الخصائص الفنية أساليب القصيدة إذن القصيدة استخدمت مجموعة من الأساليب هناك أسلوب الحوار أمثلته قلت للبحر أيها البحر أنت إليك يممت وجهي إذن هذا أسلوب الحوار إذن الكاتب يحاور البحر أبتغي عندك ما تقول الأمواج إذن الكاتب يخاطب البحر كذلك يخاطب الأمواج إذن هذا أسلوب الحوار دلالته ما دلالة أسلوب الحوار هو حوار غير حقيقي لأنه بين الطرفين أحدهما عاقل وهو الشاعر والآخر غير عاقل وهو البحر إذن هو ليس حوارا في الواقع بل هو مناجات إذن الشاعر يناجي البحر ويناجي أمواجه أسلوب النداء إذن من خلال البحر يعني أسلوب النداء يعني مثل عندما يقول يا أيها البحر أيها البحر إذن هذا نداء كذلك أسلوب الاستفهام أمثلته من ينبني فيحسن من ينبي فيحسن الإنباء من ينبي يعني من ينبئني من ينبئني فيحسن الإنباء والإنباء يعني الإخبار من يخبرني فيحسن الإخبار إذن هذا استفهام ما تقول الأمواج ما تقول الأمواج إذن هو يتساءل عن الكلام الذي تقوله الأمواج تلك الأصوات التي تصدرها الأمواج عندما ترتطم بالشاطئ إذن الكاتب يتساءل ما الذي تقوله هذه الأمواج ما ألم الشمس ما ألم الشمس إذن يتساءل عن ألم الشمس دلالته إذن دلالته دل أسلوب الاستفهام إذن الاستفهام لا جواب عنه من طرف المخاطب الذي هو البحر والشمس أيضا مما يؤجج ألم ومعاناة الشعر كذلك بلاغة القصيدة بلاغة القصيدة التشبيه أمثلته لكأن الأضواء مختلفات صح القلب منها مثل ما كان نحن كالزبدي الدائب نحن كالزبدي الدائب إذن هذه أمثلات التشبيه يعني استخدم التشبيه بشكل كثيف الدلالة دلالة استخدام هذا التشبيه إذن يجمع التشبيه في القصيدة بين الحالتين نفسيتين متناقضتين إذن يجمع بين النشوة والحزن والتأسف والألم إلى آخره إذن هذا أسلوب التشبيه كذلك نجد أسلوب المجاز المجاز من أمثلته جعلت النسيمة زادا لروحي شربت الضلالة والأضواء مر بي عطرها فأسكر نفسي صح القلب منها نحن حرب الليالي مزقتنا تقول الأمواج إذن كل هذا مجاز كل هذا مجاز لا يمكن للأمواج أن تتكلم لكن هذا مجاز من الشاعر إلى آخره إذن الدلالة دلالة هذا المجاز يعني أنسن الشاعر بعض عناصر الطبيعة حين لجأ إليها لتخفف عن همومه وأحزانه بعيدا عن الناس يعني هذه دلالتها الخصائص الإقاعية إذن خصائص إقاعية للقصيدة لدينا الوزن إذن وزن القصيدة هو البحر الخفيف فاعلتان مستفعلا فاعلاتا مستفعلا فاعلاتا في إثنان إذن هذا هو الوزن روي روي القصيدة هو حرف الهمزة ثم لدينا التدوير وهو وقع في البيت التامن في لفظة الداهب كذلك تكرار حروف الهمزة القاف والكاف والتا إلى آخره إذن تركيب النص تركيب النص صور الشاعر وقفته الطويلة أمام البحر تصويرا يختزل حالة حالة نفسية مفعمة بالنشوة غير أنها لم تدم بعدما أحس الشاعر أن البحر مثل بقية الناس وأدرك استحالة التفاهم معه وهذه الحقيقة تأثر بها كثيرا وأدخلته في حالة من التشرد العاطفي الذي عبر عنه من خلال التساؤلات التي تضطرب في دواخله إذن هذا التركيب النص وعملية التركيب النص هي القيام بتلخيص النص يعني في فقرة مركزة إذن بهذا نكون قد استعرضت هذا الاقتراح اقتراح للتحضير هذا النص خواطر الغروب أو أخر نص في هذه المقرر الدراسي إذن أشكركم على حسن تتبعكم أضرب لكم موعدا مع امتحان امتحان الأخير الامتحان الثالث النموذج الثالث لهذا امتحان السنة الثانية إعدادي إذن سأضعو نموذجا لهذا الامتحان يعني عسى أن يحضى أن يكون مفيدا لكم يعني كفي تحضيركم لامتحانتكم إذن أشكركم على حسنية تتبعكم أتمنى أن يكون هذا العرض مفيدا لكم ونلتقي مع الامتحان النموذج الامتحان الذي سأضعه لكم إذن شكرا وإلى اللقاء مع الامتحان الأخير لهذه السنة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر